مجلس إدارة محترم برئاسة أسطورة كرة القدم كابتن محمود الخطيب من حق إن أنا أتكلم عنه من حق إن أنا أقول إن هذا الرجل تعرض لأمور كثيرة جدا 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 خلال الفترة السابقة حاجات أنا كمان يعني مش هقدر أتكلم فيها دلوقتي كل حاجة في وقتها هذا الرجل تعرض لكمية ضغوطات كبيرة جدا 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 من بعض ما لا يشجع النادي الأهلي لمجرد إن هو بيكسب وبيشتغل وبيعرف ربنا وما بيتكلمش ورجل محترم ولما بيجي يتكلم بيتكلم بمنتهى الاحترام والأدب والأخلاق بعيدا عن أي شيء آخر لما إحنا حتى يلاقينا بنتكلم أو بندخلين في حتة مش بتاعة النادي الأهلي تلاقيه بيرفع السماع علينا محدش يتكلم كده محدش يتكلم كده كابتن محمود الخطيب مبارح له 3 أربع لقطات هي الترندات على السوشل ميديا مش هتلاقيه عشان بيعمل شو ولا بيزعق ولا بيقول كلمة كده ولا كده لا مرة عشان وقت بيصلي ما بين الشوطين الناس كلها دخلت وهو كابتن محمود بيصلي انتوا عاد فينا كابتن محمود داره فبيصلي هو قاعد فبيقوم بيصلي لو اللقطة دي موجودة هتهالنا لو سمحتوا اللقطة التانية لما خد مجلس إدارته بالكامل وراح لجمهور النادي الأهلي وسقف لهم وبيقول لهم شكرا انتوا السبب الرئيسي زي ما حصل في 2006 في السفاقسي زي هدي اللقطة التانية ما راحش لوحده ولا واخد الشباب اللي معايا دكتور محمد شوقي دكتور محمد سراج النائب محمد الجرحي الاستاذ طارق انديل وبيقول لهم الباقي فين هاتوهم تعالى دماطي الاستاذ محمد الدماطي وتعالى استاذ خالد مرتاجي وخلينا نقف ونحي الجمهور كلام واضح رجل يعلم قيمة الجمهور بص حضرتك بيعمل ايه كان يقدر يروح ياخد اللقطة الواحده باسمه وبتاريخته وبقيمته ولكن مش هو ده النادي الان وبص حضرتك لو تاخد بالك كده واخد خطوتين لورا وطبعا الاستاذ إبراهيم بصوا حضراتكم اللي بيحصل استاذ إبراهيم الكفراوي ده عضو مجلس الدارة النادي الاهلي السابق رانيا علواني دكتور رانيا علواني عضو مجلس الدارة السابق منزلة فيديو بتقول إن هيا حنجيب البطولة هذا هو النادي الاهلي هما دول ولاد النادي الاهلي بالمناسبة كل ولاد النادي الاهلي بهذا الشكل هو ده هو ده يعني المكسب حلوته في اللي حضراتكم بتشوفوه نحن بنتعلم والله العظيم تلاتة أنا بتكلم بجد نحن بنتعلم يجب على كل الأجيال أن تتعلم هذه الترندات الإيجابية اللي لازم نبص عليها الراجل ساي بالدنيا وقب بيصلي مالوش علاقة بحاجة يعني قالك أنا هصليه بعد الصلاة وادعي الفرقتي عايز أكسب عندنا مجلس إدارة محترم كل واحد بيشتغل في الملف بتاعه بتقسم الملفات ولكن محدش يطلع يقولك أنا عملت محدش يطلع يقول أنا عملت كل الناس بتقولك إيه مجلس الإدارة كابتن محمود ومجلس الإدارة عشان كابتن محمود هو رأس المجلس الإدارة أو رأس النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي هذا هو الفارق دائما ما بين النادي الأهلي ومجلس إدارته وأي حقال احترام والأدب والأخلاق